أكد رئيس التونسي قيس سعيد أنه غير مستعد للحوار مع من نهب مقدرات الشعب التونسية وفي كلمة خلال لقاء له بالجالية التونسية بإيطاليا أضف سعيد أنه لا يقبل عقد صفقات تحت جنح الظلام مشيرا إلى أن هناك من يريد تحطيم الدولة التونسية وضرب مؤسساتها من الداخل حول أي موضوع تريدون الحوار ولماذا لا نشرق التونسيين والتونسيات الشباب خاصة في هذا الحوار نحن في سنة 2021 ولسنا في 2013 أو 2014 ولا أقبل أبدا بأن عقد صفقات تحت جنح الظلام